طيب بما نتكلم عن عمالي الكوميديا نروح لي كمان بابا جي لأكرم حسني السنة دي أكرم حسني صراحة أنا بحبه جداً وشايف أنه برضو الإخلاص بتاعه في أنه بيعمل مسلسل فكرته جديدة مع السنة دي الأستاذ واقل حمدي ومحمد اسماعيل أمين بيكتبوا له المسلسل وهو عن كتاب كوري أصلاً وإخراج الأستاذ خالد مرأ اجتماعي جداً بيلعب مع الأسرة من جواها فكرة علاقة الأب بقابل والأبناء ويتعرضوا الأزمة هيحصل إيه والكلام ده وأعتقد أن المسلسل هيبقى لطيف جداً لأنه أنا أعرف واقل حمدي وأعرف محمد اسماعيل أمين كتاب شاطرين جداً وبارعين جداً في صناعة الدحك لأنه أخذ بالك كتابة الدحك صعبة جداً إنك تبقى صناعي في كتابة الدحك إنك إزاي تبني الدحكة من بداية لحد الإفة أو بتعمل الجاجل في الآخر أو الراني الجاجل اللي بترجع له دي بصراحة بتاخد يعني محتاجة مذاكرة كتير جداً وأنا أعرف أنه محمد اسماعيل أمين والأستاذ وقال الحمدي هيقدروا يعملوا ده إن شاء الله مع أكرم حسني زائد أكرم حسني برضو معتمد على ضيوف الشرف نفس الاستفادة من مسلسلات اللي تستكون برضو أتلاقي أحمد أمين معاه هتلاقي نجوم كتيرة جداً محمد البزاوي ونسوين أمين أبطل كتير بطلة معاه طلع معاه بطلة حيك تتكلم على ضيوف الشرف بكرة استخدام ضيوف الشرف محمد البزاوي